اشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية دروس وامتحانات وتدير جامع ومشاركة صفحتنا على الفيسبوك خطوة تعليمية ابتدائي متوسط ثانوي هذا رح يشجعنا نقدم المزيد والمزيد مرحبا بكم سألا تكونوا لبس هذا الفيديو ولا هذا الجزء الخامس من المراجعة لمادة الرياضيات تبع معي قالك أرسم قطعة مستقيمة AB طولها 6 سنتيمتر رح نرسم قطعة مستقيمة طولها 6 سنتيمتر ركز معي ها ها رح نديرو فيها 6 ها اللي اكتبع معي 6 سنتيم دونك رح نرسم القطعة المستقيمة هذي قطعة مستقيمة فيها 6 سنتيم مكتوف هنا 6 سنتيمتر ومادوش قال لك؟ قال لك عين النقطة G عين النقطة G منتصف هذه القطعة انتايا هذه القطعة فيها 6 سنتيمتر منتصف 6 سنتيمتر قده؟ شحال؟ هو 3 سنتيمتر دونك رح تجيب المستاران تاعك وتعين عليها القطعة هذه 3 سنتيمتر كما عينتنا هنا ها 3 سنتيم وتعين اللي هنا النقطة G اللي هنا رهيك هنا النقطة G ها النقطة G النقطة G هي المنتصف دونك هذي القطعة اللي رسمناها ما تنساش القطعة اللي رسمناها هي A B هذي القطعة شحال درنا فيها؟ درنا فيها 6 سنتيمتر ومن بعد قال لك اعطيني منتصف هذي القطعة ها عين النقطة G منتصف هذي القطعة جبنا المستارة وقيسنا مننا 3 سنتيمتر ودرنا المنتصف دونك تقيس منا ولا منا كيف كيف فرهو المنتصف معتها منا كين 3 ومنا كين 3 المجموع انت حم كامل ويعطيك 6 ما تفقين درنا في ذركة قال لك ارسم المستقيم E الذي يمر من النقطة G ستفوت من النقطة هذي ويعامد القطعة المستقيمة A B هذي هي القطعة المستقيمة تانا A B هذي هي القطعة المستقيمة تانا A B انت رح ترسم مستقيم رح يعمد A B ارسم لي مستقيم ها عندك مثلا هذي A B ارسم لي مستقيم يعمد القطعة A B هتعرف كيف هتدير التعامد ما يجي واقفك كما هكا ديرها بالكوس ها موربع الله ديرها بالكوس يجي بالزاوية هذيك هنا ها مستقيم يعمد A B بالصحة قال لك هذا المستقيم اللي هو عامد تقدر ترسموه هنا ثاني ها هيو عامد لا تديروه هنا بشكل عامودي ها متفقين بالصحة ووش قال لك اعطاك الشرط قال لك لازم يفوت على نقطة G هاي النقطة G نتاعنا دونك انت ووش تدير جابي نتاعك وترسموه جابي الكوس وتاعك وترسموها الآن نرسمنا المستقيم هذا هو المستقيم مستقيم هذا رهو يعامد القطعة المستقيمة AB ويفوت على النقطة G هذه هي النقطة G تفقين تمرين سهل يعني أدرب بزاف أعطيتك أجيب بزاف قطعة مستقيمة تعلم على التعامد مثلا هذه قطعة AB فيها زوج نقاط C و D أرسم المستقيم E الذي يعامد AB يعامد القطعة AB ويمر على C هذا مستقيم سميه F وترسمه هكا ويعامد بعينب اللي يرزم ترسم بالمستارة والكوس ونقولك أرسم ثاني المستقيم B هنا عندها نقطة B نقوله مثلا أرسم المستقيم H الذي يمر على D أرسم المستقيم يكون عامودي يكون عامودي على AB ويفوت على D سهل الهندسة ركز مليح يكثر بزاف تمارين ويجيب كل شيء صحيح عين تلاقوه في التمارين القادم اللي هو الوضعية الإدماجية هيا تابع معنا وركز مليح بالتوفيق ما تنسوش تابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب ما تنسوش تاني زيب تكريكي على هذك الجارس علاش بينه بش أي حاجة نحطوها تمارين دروس انتحانات برامج نصائح تصلك في الحين آية السلام عليكم اشتركوا في القناة